موسيقى السلام عليكم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع ضيفنا الكريم من فلسطين المحتلة وبالتحديد من أم الفحم حيث ولد هناك عام ثمانية وخمسين وبعد ذلك أمضى العقود الأربعة الماضية بين حرية سخرها للدفاع وخدمة المسجد الأقصى المبارك وفلسطين ومجتمعه وبين اعتقال على خلفية خدمته ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وقضايا الشعب الفلسطيني في الأعوام الأخيرة أو في الشهور الماضية أمضى ضيفنا الكريم 17 شهرا متواصلة في سجون الاحتلال بل في حبس انفرادي دامى لشهور طويلة ضيفنا في هذا اليوم هو الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا في الداخل الفلسطيني المحتل نرحب بك معنا فضلة الشيخ رائد صلاح في هذا اللقاء الخاص حياكم الله وبرك الله فيكم حياكم الله أولا الحمد لله على سلامتكم وتهانين لكم ولشعبنا الفلسطيني بهذه العودة الميمونة إن شاء الله ونريد أن نتحدث في البداية عن هذه التجربة التي بدت مختلفة عن تجارب الاعتقال السابقة تجربة الاعتقال بالعزل الانفرادي لشهور طويلة بسم الله الرحمن الرحيم صدقت بهذا الوصف هذه التجربة الأخيرة كانت تختلف عن فترات الاعتقال السابقة من حيث أن مديرية السجون الإسرائيلية وضعت سياسة كيدية كهرية أرادت أن تنال مني من روحي من نفسيتي من إرادتي حتى تفرد علي العزل المتواصل ليلا ونهارا طامعة بإذلالي بكهري بالانتقام مني طامعة أن أخرج بشخصية مغايرة للشخصية التي دخلت فيها إلى سجني بمعنى ظنوا أنهم من وراء التضييق بعد التضييق المتواصل يمكن لهم أن يفرضوا علي التنازل عن ثوابتي الإسلامية العروبية الفلسطينية ولكن هيهات هيهات هي مني كالروحي من الجسد حفظكم الله شيخ يعني في الحقيقة محاولة العزل الأخيرة لشهور طويلة ليست الأولى بطبيعة الحال كانت هناك محاولة عزل عن محيطك العربي والإسلامي من خلال منعكم من السفر والتجوال في أنحاء العالم العربي والإسلامي ثم كانت هناك محاولة عزل أيضا عن المحيط والمجتمع الذي تعيشون فيه من خلال حظر حركتكم الحركة الإسلامية التي حضرت في عام 2015 ثم هذا الحظر أيضا أثناء الحبس ليس مجرد حبس عادي إنما هو حظر بالمعنى الحقيقي نعم هذا كلام سليم سياسة العزل بدأت تضييق علينا كما تفضلت حضرتك إجراء ظالم بعد إجراء ظالم كان هناك منعي من الصفر منذ بضع سنوات لفرد قطيعة بينني وبين أمة المسلمة وعالم العربي إلى جانب ذلك كان هناك منع دائم من دخولي إلى الكدس والمسجد الأقصى المباركين أيضا لفرد قطيعة بيني وبين هذا التاج لكل أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني ثم كان الإجراء في أواخر عام 2015 وهو إعلان حظر الحركة الإسلامية إسرائيليا أيضا لفرد قطيعة مع محيطنا الذي نحيا فيه على امتداد المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة ثم كان الإجراء الأخير وهو فرد سجن في حال معزول دائم 11 شهرا ثم بعد 11 شهرا فرد علي سجن بيتي سنتين أيضا كنت فيها معزولا طوال الوقت عن أقرب أهلي المكربين علي ثم كان هناك السجن الأخير 17 شهرا أيضا في ظروف قهرية معزول طوال الوقت ممنوع أن أختلط بأي أسير ممنوع أن أتكلم مع أي أسير إلا في حالات نادري لمدي قصيري محدودي جدا كنت أغتنم فيها الفرصة حتى أشعر أن هناك من يؤانسني ولو كنت في سجن معزول هذه المدة الطويلة بماذا تزودتم فضلتي الشيخ لكي تستطيعوا أن تتغلبوا على هذا العزل وما قد يترتب عليه من محاولة كسر النفسية الفلاذية ما شاء الله عندكم وفي محاولة اهتزاز هذه الشخصية التي يستهدفوها بشكل مباشر منذ سنوات طويلة وقد حاولوا اغتيالك في مراحل سابقة نعم هذا كان ديدنهم في سنوات ماضية ولكن الحمد لله رب العالمين عندما وجدت نفسي معزولا وجدت أن هناك المخرج الأساس لي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى دعاء الله سبحانه وتعالى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى مواصلة العباد مواصلة قراءة الكرآن الكريم مواصلة الذكر اليومي الطويل قبل الفجر بعد الفجر قبل الغروب بعد الغروب مواصلة الكراءة مواصلة الكتاب وكذلك اجتهت أن أملأ بقية فراغ وقتي إما بنظم الشعر وإما بالرسم وهكذا بحمد الله نجحت أن أعيش عزلي في شغل دائم في إنتاج دائم بدون توقف بفضل الله تعالى نعم يعني بين تأليف ورسم وكتابة وقراءة تغلب الشيخ راء الصلاح على عزله الانفرادي نعم يعني الحمد لله وجدت أن المخرج من مخاطر هذه العزلة الدائمة المقصود عن سبق إصرار من كبل مدرية السجون الإسرائيلية أن أكوي أولا إيماني بالله سبحانه وتعالى أن أكوي رباطي مع الله تعالى بالدعاء والتضرع إلى الله أن أواصل العبادي أن أواصل الأذكار في أكثر من مرة في كل يوم ليلا ونهارا أي كذلك وصلت الكراءة وصلت الكتاب وصلت نظم الشعر والرسم باجتهت من خلال كل ذلك ألا أبكي ولو ثاني واحد من حياتي في فراغ كل ساعات يكضتي كانت مملوءة بهذه البرامج بحمد الله رب العالمين وهذا ما جعلني أشعر أنني لم أعاني من الفراغ الطويل الممل لم أعاني من وقت طويل يمر علي هكذا بدون إنتاج من طرفي بالعكس يعني شعرت أن الوقت قصير في حياتي كان برنامجي أطول من وقتي وهذا كان مهم جدا حتى أتغلب على آفات هذه العزلة نعم كل هذه الظروف وهذه العزلة منذ أكثر من أربع خمس سنوات يعني أنت في معركة طاحنة مع سلطات الاحتلال هناك سواء بالتغييب في الاعتقال أو بالإقامة الجبرية في المنزل أو بمحاولة الاغتيال وغيرها كانت محاولات لتغييب الشيخ عن المشهد العام لكن العجيب أن الشيخ حضر في المشهد العام بقوة في محطات فارقة والناس تضامنوا وتفاعلوا مع قضية الشيخ رائد ومع القضايا التي كان يحملها الشيخ رائد صلاح على مدار السنوات الماضية هذا كلام سليم لسبب أساس لأنني أنا يعني عندما اجتهدت أن أتحدث عن قضية الكدس والمسجد الأكسر المباركين عندما اجتهدت أن أتحدث عن امتدادي وعن ثوابتي الإسلامية العروبية الفلسطينية أنا لم أتحدث عن رأي شخصي هو من إنتاجي بالعكس أنا تحدثت بإذن الله عن ثوابت كل مسلم كل عربي كل فلسطيني أنا تحدثت عن الضمير الإسلامي العروبي الممتد على مدار تاريخنا وحضارتنا والذي كان ولن يموت ولذلك أنا عندما غيبت بشخصي من وراء الكطبان هذه الثوابت ظلت حية قائمة منتصبة لا تموت ولا تذوى ولا تخرج للتقاعد بل ظلت في نفس وفي قلب وفي عقل كل واحد من أهلنا في الكدس المباركي وأكناف الكدس المباركي نعم هذه الفترة العصيبة التي عشتها شيخ هي فترة يعيشها أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية وما جرى مؤخرا من استهداف متوحش للاحتلال لأسيراتنا البطلات في سجون الاحتلال هو دليل واضح على إجرام هذا الاحتلال بحق الأسر بصفة عامة وبحقكم بحق ما جرى معكم الذي يعني يحدث من إجراءات قمعية من وراء الكطبان الإسرائيلية هو أمر رهيب جدا أستطيع أن أقول أن أعنف وسيلة لتحطيم الأسير أو الأسيرة ولإعدام روحه هو سياسة العزل لا يمكن أن تجد أشد عذاب من هذه الوسيلة التي قد تقع على الأسير أو الأسيرة سيما ومن كانوا لا يزالون حتى الآن يعانون من أسر العزل لمدة سنوات طويلة جدا البعض يصل كرابة العشر سنوات ولا يزال معزولا حتى الآن نعم طبيعة الحال يعني إلى جانب هذا الإجراء هناك ما هو معروف بقضية الإهمال الطبي التي تسببت بوفاة البعض من الأسراء كما هو معلوم هناك حالات القمع التي تجري ما بين الفترة والأخرى باقتحام محدات خاصة غرف الأسراء في منتصف الليل بأسلوب استفزازي بأسلوب إيذاء للأسراء خلق فوضى في غرفهم في حياتهم خلق حالة إرباك دائم في نظام حياتهم كل ما أتحدث عنه الآن هو عبارة عن سياسات متواصلة طبعا نأخذ بعين الاعتبار أن الأسير السياسي ممنوع من الاتصال بأهله عبر الهاتف نأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأسراء يسمح له بزيارة الأهل كل شهرين البعض طبعا كل شهر حالات مختلفة فكل هذه الأساليب تمارس جنبا إلى جنب لتحطيم شخصية الأسير السياسي ولذلك أنا لا أبالغ إذا قلت الذين اختلطت بهم على حدود ضيقة جدا في قسم العزل طبعا بسبب العزل وجدت فيهم عبارة عن جبال من الصبر والصمود ما شاء الله تعالى نعم وبالمناسبة حتى لا ننتهي من نقطة الأسر والأسرة على الرغم من كل هذه التحصينات ومن كل محاولات العزل دائما كانت هناك فسحة للأمل والحرية وهذا ما جرى مع ستة من أسران الأبطال في سجون الاحتلال الذين تمكنوا من الفرار وانتزاع حريتهم من السجن الأكثر تحصينا هو سجن جلبوع ننتقل إلى نقطة أخرى فضلت الشيخ جرت أحداث كثيرة في الساحة الفلسطينية أثناء عزلكم وتغييبكم عن هذا المشهد المهم والتحم الشعب الفلسطيني في كل شبر من فلسطين المحتلة ومن الخارج والأمة العربية والإسلامية في معركة مشرفة هي معركة القدس التي كانت تعبيرا عن إرادة الأمة التي يحاولون إدخالها في مجالات التطبيع ونسيان القضية الفلسطينية وما إلى ذلك كيف نظرتم من داخل السجن إذا كنتم تتابعون ذلك أو عندما تسنى لكم متابعة هذا الأمر كيف تنظرون إليه أنا تابعت هذا الحدث بالإمكانية الضيقة التي كانت بين يدي في قسم العزل يعني نجحت أن أتابع الأحداث وحقيقة يعني هي زادتني قناعة كما يقال نور على نور أكدت لي أن ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية وعلى رأسها قضية الكدس والمسجد الأكسى المباركين ستبقى حية في قلوب وعقول جماهيرنا على الصعيد الإسلامي والعربي والفلسطيني هذه الجماهير ستبقى على العهد مع هذه الثوابت ستحيا بها ستموت عليها ستلقى الله بها وأنا على يقين أنه لا يوجد أي قوة في الدنيا مهما كانت متجبرة تستطيع أن تميت هذه الثوابت من مسيرة هذه الأمة الإسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني ما تفضلت به أمر مهم شيخ صلاة رائد ولكن يعني على الرغم من هذا المشهد الذي يدعو للفخر هناك مشهد آخر عربيا من التطبيع المتسارع بلا مبررات أو مسوغات في السنوات الأخيرة أنا حقيقة هذا المشهد لا يقلكني إطلاقا ولا يخيفني في يوم من الأيام أنا على يقين أن مشهد هذا التطبيع لا يمثل إلا هذه الشخصيات المحدودة التي قامت به على اعتبار أنه تطبيع رسمي فقط وأؤكد وأقول هو تطبيع رسمي فقط بمعنى أنه بالكاد أن يمثل أصحابه الذين قاموا بهذا التطبيع أما بقية جماهير الأمة المسلمة والعالم العربي فبوصلتها ليست بوصلة تطبيعية بوصلتها نحو الكدس والمسجد الأقصى المباركين هي تحيا بشوق إلى الكدس والمسجد الأقصى المباركين بإذن الله تعالى ولذلك أنا على يقين أن الثابت هو هذه الثوابت وأن التطبيع هو أمر طارئ متغير بدأ وسينتهي كما بدأ وستبقى الأمة في مسيرتها الممتدة عبر كرون من الزمان في مسيرة تاريخنا وحضارتنا التي أكرمت كل الدنيا بالرحم والكسط والعدل والهداية والنور وبإذن الله هذه المسيرة إن تعثرت ليس معنى ذلك أنها ماتت لا ستستمر وستواصل دورها إن شاء الله تعالى وستبقى الكدس والمسجد الأقصى المباركين ليس رمزا للتطبيع وإنما رمزا بإذن الله لثوابت هذه الأمة ولرسالتها الحضارية الربانية ولا سيما أن صفقة القرن جاءت لتستهدف المسجد الأقصى والقدس المباركين وحاولت أن تدور في فلك يعني تهويد هذه المدينة المقدسة إلى جانب حالة التطبيع التي حاولت الاستفادة منها لكن ذهب ترامب وسيلحق به ستلحق به كل إدارة وكل حكومة إسرائيلية تحاول أن تتعدى على هذه المقدسات مرة أخرى بارقة الأمل المهمة شيخ رائد التي جرت في رمضان الماضي في مايو الماضي هل تمثل باعتقادكم مرحلة مفصلية فارقة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني وجهادة أنا شخصيا يعني أعتقد أنها تمثل الأصل الثابت الذي لا يمكن إذابته حاول كثير أن يذيب هذا الثابت وقالوا سننجح بصناع الجيل ينسى القضية الفلسطينية قالوا فيما قالوا الأجيال الكبير ستموت والأجيال اللاحقة ستنسى قالوا فيما قالوا سنفتع عليهم الدنيا وزينتها وسينسون الوفاء للكدس والمسجد الأقصى المباركين كل هذه الرهنات السخيفة التافهة أثبتت أنها بدع مؤقت ماتت وولدت أصلا ميتة أما الذي كان ولا يزال منذ عقود من الزمان وسيبقى مستمر هو دوام الانتماء دوام الهوية دوام العهد دوام التواصل مع الكدس والمسجد الأقصى المباركين كل ذلك كل ما تفضلت به شيخ رائد يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني سواء على صعيد الفصائل والحركات الفلسطينية في الأراضي في غزة وفي الضفة الغربية وفي غيرها أو حتى الموقف الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل هناك مع الأسف الشديد لا وحدة في هذه في الموقف الفلسطيني بصفة عامة في الأولى الأخيرة وهذا يترك آثار كبيرة على الأداء الفلسطيني ضد الاحتلال هذا كلام سليم يعني مع شديد الأسف أن هناك تصدع في الموقف ولكن الذي يطمئنني مع وجود هذا التصدع أن ثوابتنا فوق كل فصيل فلسطيني ثوابتنا فوق كل رئيس وكل حزب وكل زعيم هي الأصل من توافق معها فهو في الطريق السليم ومن شذ عنها فقد مال إلى الخطأ أو إلى انحراف حتى ولذلك أنا أقول كالتالي نحن الذين نتمنى أن تتم علاج ظاهرة هذا التصدع وبإذن الله رب العالمين فيما لو ظلت بواقل هذا التصدع الثوابت لا يمكن لها أن تموت بسبب هذا التصدع ستبقى دائم سيبقى يلتف حولها كل حر كل حرة كل من ينشدون الحق والعدل كل من ينشدون الكرامة والطهارة والرفعة لثوابتنا وعلى رأسها الكدس والمسجد الأقصى المباركين يعني كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال وأنا أقولها في هذه الأيام يعرف الرجال بالثوابت ولا تعرف الثوابت بالرجال الأصل هي ثوابتنا من توافق معها ما شاء الله من شد عنها لا يمثل إلا نفسه بإذن الله رب العالمين ليس إلا ومن هنا يعني أنا هنا أستذكر حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام من ضمنه عندما يتحدث عن هذه الفئة الظاهرة على الحق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن وصف هذه الفئة لا يضرها من خالفها أو خذلها ستكون هناك تعثرات في الطريق نعم ستكون هناك عيوب وتصدعات في الطريق ولكن الطريق المستقيم يجب أن نحافظ عليه تجارتنا مع الثوابت يجب أن نحافظ عليها الثبات على هذا الموقف يجب أن نحافظ عليه وفي نهاية الأمر ستأخذ سنة الحق مجرها سنة الحق كما قال الله تعالى بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو ظاهر نعم الواقع العربي أيضا ليس واقعا مثاليا أو جيدا للحالة الفلسطينية هناك مشاكل في أكثر من قطر عربي وهذه المشاكل تنعكس بالسلب على القضية الفلسطينية وهناك تدخلات للدول ببعضها البعض يعني على سبيل المثال نحن في قناة عراقية نلحظ ما يجري في العراق وفي الشعب العراقي وتغول ونفوذ إيراني واضح للميليشيات هناك ومحاولة استنفاذ الطاقة الشعب وكذلك البلاد في قضايا بعيدة عن المصلحة العامة العراقية كيف تتابعون هذه القضايا فضلت الشيخ الذي يجري لأهلنا في العراق لا شك يعني هو يؤلمنا يحزننا كما لو أنه يجري في مدينة ملفحم التي أعيش فيها لسبب أساس لأن الموقف إذا كان موقف متين في داخل البيت الإسلامي العربي هذا يعني أن هذا الموقف المتين في الداخل سيترجم إلى دور متين لنصرة الكدس والمسجد الأقصى المباركين أما إذا كانت هناك اضطرابات في داخل هذا البيت الكبير مصطنعة وتفرض على هذا البيت من الخارج حتى تبقى الشعوب جريحة متكسرة الأجنحة لا تملك حق أن تكرر مصيرها فهذا مؤقتا لا شك يجعل من مشهد الكدس والمسجد الأقصى المباركين في حالة ارتباك أنا قلت ولازلت أقولها حتى نطمع من شعوبنا المسلمي والعربي أن تكرر مصير الكدس والمسجد الأقصى المباركين يجب أن تأخذ حقها أولا بأن تكرر مصيرها بمعنى أن تختار لنفسها واقع الحياة الذي تريده هي نظام الحياة الذي تريده هي أن تكرر لنفسها مشهد حياتها السياسي وتوابعها التربوي والاقتصادي والثقافي والتعليمي ولن يكون ولن يكون ذلك إلا عندما تأخذ الجماهير حقها بأن تقول كلمة أخيرة في كل ذلك ولكن لأسف الشديد المشهد العراقي هو نسخة قريبة جدا الآن من مأساة مشهد الشعب السوري والشعب المصري والشعب التونسي والشعب السوداني للأسف مشهد يعني يشابه نعم مآسي الشعوب المسلمي والعربي هناك من يحاولون أن يفرض علينا احتلال داخلي من بني جلدتنا يمارس القمع الاحتلالي كالاحتلال الخارجي أو أشد نعم ولكن أنا في نظري الذي يعني يجعلني مطمئن أن هذا المشهد المنحرف ليس أبدي مؤقت مصطنع والمصطنع لا ديموم له سيتغير إن شاء الله تعالى إن شاء الله وستستعيد الأمة المسلمة والعالم العربي عافيته نعم وستواصل مسيرتها إن شاء الله الممتد عبر كرون طويل من الزمان بالأمجاد التي نكرع عنها في تاريخنا وحضارتنا ألا يسعد ذلك أن تراجع إيران سياستها الخارجية في أكثر من قطر عربي فضيلة الشيخ وخاصة في العراق التي هي موضح حديثنا مع كل أسف إيران ذات دور سلبي جدا في كل تدخلاتها التي قامت بها ولا عذر لها في ذلك لا تبرير لها في ذلك عندما سمحت لنفسها أن تتعدى على طموح شعبنا السوري وعلى طموح شعبنا العراقي واليمني وفي كل هذه المواقع كان لإيران هذا الدور القامع الذي أدى إلى أعداد لا تحصى من القتلى من الأسرة من المشردين في كل الأرض من العائلات المفككة وهذا كل يسجل في خاني سلبي جدا سوداء في مسيرة إيران الرسمية وأنا مرة أخرى أقول أنا لا أستطيع أن أفهم كيف تحاول إيران أن تمرر علينا المتناقضات بمعنى أنها تستبيح لنفسها استباحة دماء شعبنا السوري أو شعبنا في العراق أو شعبنا في اليمن وفي نفس الوقت تحاول أن تروج لمقولة أنها ضد الشيطان الأكبر وكل هذه التوليفة من الشعارات التي لازمنا نسمع عنها طوال الوقت أنا في تصوري والذي أتمنى على إيران الرسمية أن تعيد النظر في تجربتها المؤلم لنا التي كانت حتى الآن وأن تعلم أنها لا يمكن أن تفرد حبها علينا بكوة القهر والسلاح يجب أن تعلم أن هناك شعوب عربية مسلمة لها إرادتها لها كرامتها لها حق في استكلالها عن الطواغيط الذين حكموها بالنار والحديد يجب أن تحترم إيران إرادة كل هؤلاء حتى يكون لها منطق تخاطب في الشعوب المسلمة والشعوب العربية أشكرك جزيلا فضيلة الشيخ رأى صلاح باسم الشعب العراقي وباسم الزملاء في القناة حمد لله على سلامتكم مرة أخرى ولنا لقاء قريب في القدس إن شاء الله تعالى وفي فلسطين المحتلة محررة بإذن الله نشكر فضيلة الشيخ رأى صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا في الداخل الفلسطيني المحتل ونشكركم على طيب المتابعة لهذا اللقاء الخاص تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله